تماس كهربائي في نطنز يصعد تماس تيارات التوتر من جديد أو قد يفاقم الأزمة الإيرانية الأمريكية حول الاتفاق النووي نطنز الذي يقع في أصفهان ويعتبر أكبر منشأة نووية في إيران يصل إلى عمق ثمانية أمتار ويضم أكثر من سبعة آلاف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم يعود إلى الواجهة اليوم بانقطاع تياره الكهربائي عن العمل حادثة سبقها انفجار في عام 2020 قالت إيران حينها أنه عمل تخريبي تعود وتؤكد هذه المرة فتح باب التحقيقات في تفاصيل الحادثة الأزمة التي يمكن أن تحدث إلى أبعد من حد تماس كهربائي جاءت بالتزامن مع التصريحات الأخيرة التي تفسر ميولا واشنطن لدعم البرنامج النووي وهو ما يثير مخاوف تمدد طهران في سياساتها وأهدافها في المنطقة دول أخرى وضعت دلائلا ترجح خرق طهران لشروط الاتفاق النووي كل هذا يحدث في ترجيح التفسيرات التي تؤيد تفاقم الأزمة واحتمالية وصول المعادلة إلى حل مجهول أو بداية مشوار جديد من الفوضى في المنطقة سيما بعد أن جاءت إدارة بايدن الجديدة لتمنع استمرار إيران وأذرعها في المنطقة من تفاقم أزمة المسيرات والميليشيات وذهب نحو اتفاق النووي قد يصنع استقرارا كاملا في المنطقة والعالم